اخبار اليوم ويكون اليوم بتاعلي وما فيش داخل اليمش ده مش حاجة اساسية يعني بالنسبة لرمضان ونكن استغناع عنها بنا انا متكلم في ضروريات الحياة في اساسيات الحياة من اين يا بيه؟ من اين؟ من اين صحيح؟ انت قبتش يوميش في مدان؟ انا مقبتش يوميش في مدان الاسعار كده وانا قابل كده الاسعار غالية اوه يا بيه الحاجات دي بنشوفها في التلفزيون حضرتك الحاجات دي بنشوفها مثلا عند البيعين يا ميش رمضان ايه وبلع ايه اهم حاجة البلحة البلحة غالي ما يجيب على قدش يعني مش نازل ما يجيب الكيلوهات كتير كنا زمان بيجيب بالعشرين كيلو دول بقتي مسلا اتنين تلاتة كيلو هيكفوا ان شاء الله يعني الحاجة غالية جدا وابيه والدي يعني مصاريف غالية اوة عليه ودخنها على ايد برضا لازم ان الاسعار تخفض شوية مش نعمل ايه يعني الاسعار غالية جدا عشان ايه الاسعار وحش غالية اه ايه محدش يشتري والدك جابني يا ميش رمضان ما بيأكلوش السنان هو واجعات احنا متوفر بس احنا مش عادة تجيبها اصطح تعارف الحاجة مترمية في البلد بس احنا اللي بنتلكك اه حاجة بس بمية وبميتين واحنا اللي بنتلكك لا مفيش يا ميش السبابة مفيش يا ميش احنا بس عازلنا قد يوم نعمل الاسعار المتزايد فيها او المبلغ فيها اوي واللي بيرمو دايما قصتهم على ان الدولار زايد وحاجات كده رغم ما اعتقدش ان احنا اللي يميش بناستوراده ومالبلغ عندنا ولمش مش عندنا والحاجات دي اه في حاجات كده في سوق عاملالك حالة استفزاز يعني اللي هو تنزل تحسل الاسعار مش بتناديك بالنادي طبعه معينة اه انا عرف ناس كتير اوي امتنع ان هما يجيبوا ده يعني نكاية في البيعين اللي هو يعني حتى لو معي مش هجيب لان ده مبلغ فيه اوي فماشا انا بيكون وجاري مش قادر يجيب نفس المنتج يعني فحتى يعني احنا نقول رمضارة وحنيات وادبيات والله انا انا افكر ان انا اجيبوا ان شاء الله برضو عشان الاولاد مش عشان انا اه ان انا اجيبوا لان طبعا بداية من امر الدين امر الدين كانت اللفة ب 18 جنيه وب 20 جنيه السنة لفاتي النهاردة ربقمية جرام ب 30 و 35 و 40 جنيه وبعدين اسعاري لم ايشوا الهند واللوز والكلام دوت اللي مكتوب عليه تورك والي مكتوب عليه ايه طبعا مصرها مافيش احسد منها الحسين تنزل حتاقي الحاجات دي كلها مترمافه العسين بقى اصعار رخيص الكل ا confrontation في المحلات اللي عارض ب280 وب270 وب240 وب240 وب贸اة و مستورد وبقشر وبن غير اشر طبعا اي ف Chong الاشرق من غير الاشرق عشان اقسر الاشرق يبقى مئتين وتميلهم عشان بالاشرق يبقى مئتين وعشرين ما ينفعش اليميش طبعا عنديها حاجة مهمة جدا بالنسبة لي كمسلم بس والله انا حاسي ان انا النهاردة هنزل اجيب بلحتين بلحة لامي وبلحة ليه وعلقوا فين في النجا فعل السنة كل يوم ابوصلهم لان البلح بقى غالي جدا 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 لان الاسعار غير متناول للجميع تقريبا الرمضان مش هينفع من غير بلح فانا بقول لرمضان كل ساعة طيب وكل المسلمين طيبين بس من غير بلح